من الأسئلة كذلك دائما في نطاق التفوق الدراسي أستاذ الكريم هل هناك خطوات نحو النجاح الدراسي فعلا ممكن تقسم معك واحدة ستات الخطوات الخطوة الأولى نحو النجاح الدراسي هو الإيمان والاستعان بالله يعني وطيقة هذه ضرورية لأنه الله سبحانه وتعالى رأى أول صورة نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم اللي هي إقرأ كذلك خص ديك الدافعية ودك الطموح ودك التفاؤل اللي يكون عندك أنت كطاليب أو كطاليبة لأنه إحنا رأى العملية كيفاش 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 خصنا نشوفها رأى الأشياء اللي تركز عليها كل طاليب أو طاليبة رأى اللي تي حصل عليها إلا تركزنا على كأنني نشوف راسي كطالب مجتهد كطالب متفوغ كطالب متميز كون عليك أن الأشياء هي اللي غادي تكون لأنه وهي شيء يوقع عليها هنا أن غادي فعلا غادي يكون عندي الأسداء المتميزين يكون عندي الأصدقاء المتميزين وشي تيكمل شيء هنا كذلك كل طالب وكل طالبارة ما شاء الله الله سبحانه وتعالى رأى كل واحدة وضع فيه عدة امتيازات لهذا حاول تكتشف وحاول تكتشفي المواهب لك واستبدئ منها لأنها المواهب لك هي التي تقدر تقدم وتطور ذلك الوطن ونقطع بناء النجاح عن تلتصنع ما كلا تصنعون لك لا تنتظر الأب والأم يصنع لك النجاح لا هو يوفر لك الظروف الملائمة يوفر لك البيئة الملائمة توفر لندرس الملائمة هذا هو اللي كانت كذلك شيء مهم جدا جدا والذي نحن نلاحظه كالمنافسة بالأجيال كالمنافسة بالتلاميذ وهذا الشيء يخلي أشياء سلبية ومشاعر سلبية عند الآخر إنما هناك نقول لكم لماذا ما نستخدموش التقاسم لماذا ما نستخدموش التقاسم لماذا لأنه العطاء يساوي الأخذ رغم مهما أنك تتكتر باش تساعد تلميذ الآخر اللي ما متفوقش واحد المادة من المواد أو صديق ديك كون عليه قيرا أن تتدخل أكثر أكثر وتتستفد أكثر وأكثر نتظروا لنا إن شاء الله ستجاوبوا على سؤال آخر اللي هو خاص بالتفوق الدراسي اشتركوا في القناة